تمام طيب تفعلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك صفحة النادي الاهلي الرسمية وكمان يعني قولونا احسن لعب في اللقاء من وجهة نظاركو او رجل اللقاء من وجهة نظاركو قولونا كمان على هدف وليد ازارو الملغي يعني اه هدف صحيح ولا برضو من وجهة النظاركو الكلام متاح لا اي حد اي حد يقول وجهة نظاركو لكن بالقانون هنستند ومعنا كابتن سامير عثمان بعد الفاصل هيكلمنا في حاجة كتير جدا خاصة بدأ انا وجهة نظر شخصية ومن خلال خبرتي ومن خلال خبرات الكباتين كلهم قالوا ان هي جول صحيح مليار في المية مفوش اي حاجة خالص واستشهدت وقلت لو حولنا او بدلنا الاماكن ريتشارد هو اللي كان مكان كلوبالي او كلوبالي مكان ريتشارد وهو اللي لعبها هل كانتها تحسب بنالتي يعني لو اللي اسماعيلي هو اللي لعب الكرة دي بالدماغه ريتشارد مدافع اللي اسماعيلي هو اللي لعب بالدماغه هل كابتن جهاد جريشا كان ممكن يحسب قرة دي بانالتي أعتقد أن الأمر كان يبقى صعب جدا كان يستمر اللعبة بالتأكيد ولو المقياس واحد كرة كريستوفر اللي هو المهاجم بتاع نادي الإسماعيلي مع سعد سمير نفس الكرة بنفس الأداء بنفس الشكل يعني المراعيار لازم يكون واحد بشكر كابتننا كابتن حمد صدقي نورتني شكرا كابتن طريق العاشر شكرا كابتن أسامة حسني لنا حاجات كتير متكررة مع كابتن جهاد جريشا الأمر مش وليدي النهاردة على العموم مباراة وعدت بالتأكيد لكن ياريت نتعلم منها وبالقانون برضو لو لينا حق ماعتقدش أن احنا هناخده لأنه خلاص المباراة انتهت هو مسلسل احنا عارفينه ولولتلكم بارح لما يجي المشهد اللي أنا يعني كل سنة بسمعه من المسلسل كل سنة بيتكرر حتى لو أنا مش موجود هنا معاكم في الاستوديو أبقالولي يعني كل مرة احنا حسن حكام واحنا حسن ناس واحنا 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 يعني كل مرة بسمع ده يا راجل ادي للناس حقوقها ادي للناس تعبها ادي للناس يعني حاجة لي بالحكام مش ممكن أبدا حكم بيكون بياخد الفين وسبعمية يعني راجل جاي من المونديال العالمي يعني ببالغ محترمة وتقديرية وتديله مية وخمسين دولار في المباراة زي الأهل والإسماعيلي هي القيمة لك وأنت تتخيلوا إن حكام النهاردة القيمة لها هي مية وخمسين دولار أو أقل من قيمة مية وخمسين دولار أعتقد شيء مهين في عالم قرة القدم مع كابتة سامير عثمان بعد الفاصل وهفكركم بعض الحاجات الخاصة بالأهل مع جهات جريشة ونتكلم بالقانون برضو هل الهدف الأهلي صحيحة ولا لا